يقول إن واددته أصرت على زواجه من ابنة خالته وحينئذ كانت رغبته قليلة في تلك البنت المقترح زواجه منها وبدأ يستشير الآخرين وممن أستشار أقول لكنه أيضا قاطعه عندما أدى له تلك الرغبة ويسأل هل رفضه لتلك المخطوبة يعد عقوق دوالدته شخصا لحولا جزاكم الجواج لا بد أن يقول عن رغبة من الطرفين يعني يرغب الزوج في المرأة وترغب المرأة في الزوج وليس لأحد أن يفرض عن الشخص أن يتزوج بمرأة لا يرغب الزواج منها لا الوالد ولا غيره لما في ذلك من عدم حصول المقصود لأنه إذا تزوج بمرأة لا يرغبها أو تزوج برجل لا ترغبه فإنه قد لا يحصل الغرض المطلوب من الزواج وهو الوئام والوفاق والأغراب الزوجية فعلى هذه الوالدة أن تتناجل عن هذا الإنزال وأن تترك الإخيار لابنها إلا إذا أرادها أن يتزوج بمن لا تصلح له إنها في دينه فإن لها حق الرف ولها حق المنع أما مدام أنه يريد امرأة صالحة لدينها وأخلاقها وأن تريد أن تفرض عليه امرأة أخرى لا يريدها فإنه لا يلزمه الطاعة في هذا الأمر لكن علينا أن تنع والدته طيباً وأن تتفاهم معها برفق الوليد وما أظنها تمام عدرأة من ابنها الأشخار على عدم الغغبة في هذه الفتاة المقترحة لأن الوالد أطعاً لا يريد بولده إلا الخير وفي شهقة الوالد لا يمكن أن يلزمه بشيء هو لا يريده